أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة مع انتهاء الدور الأول لكاسو الأمم الأفريقية وضحت الرؤية تماما بالنسبة للدور التاني اللي كانت كل الخريطة بتاعته منتظرة مبارتاي اليوم كده تأكد أن يوم الحد هيبدأ دور الستاشر هيلعب في بوركينا فاسو مع الجابون نيجيريا مع تونس يوم الاثنين هتلعب الكاميرو مع جزر القمر وغينيا مع جنبية التلات المغرب وملاوي والسنغال مع الرأس الأخضر لكن يوم الأربع ان شاء الله موعد ظهور منتخب مصر اللي كارلوس كيروش بيقول لنا انتظروا فريق مختلف وان احنا هدفنا المطش اللي جاي نكسب بالخمسة يفتسمع من بقك ربنا يا خواجة ونشوف ازاي هتجيب الخمسة بس المهم هو بيطمننا انه الآن بدأت كأس الأمم الأفريقية خلينا مع كيروش بكل الدعم والمساندة حتى النهاية يوم الأربع اللي جاي منتخب مصر هيواجه كود ديفوار ومالي هتواجه غينيا لاستوائية طب ايه اللي بعد كده منتخب مصر في طريقه مين لو تجاوز كود ديفوار بإذن الله تعالى لانه حتى كود ديفوار والشهة حلوة علينا ركبنا الأفيال قبل كده في 2006 ووصلنا للمنصة التتويج في الكاميرا أيضا او في غانا في 2008 امتطينا الفيال أيضا وتوجنا باللقب فلما بنلاقي معانا كود ديفوار بتبقى فال خير ان شاء الله تعالى زي موجود السودان معانا يمكن الناس استبشرت خير النفوز منتخب مصر على السودان دايما بيبقى منفتيح الفوز حصل في أنجولا وحصل في غانا وحصل في 57 وحصل في 59 فخلينا مع الفال وعليه الكمال بإذن الله منتخب مصر لو تخطى للكود ديفوار هيبقى في طريق الفايز من المغرب وملاوي يعني عندك كود ديفوار عندك مواجهة محتملة مع المغرب ثم مواجهة محتملة لو كملنا للدور قبل النهائي مع الكاميرون لأن الكاميرون الفايز من الكاميرون وجزر القمر وغينيا وجامبية هيلعب الفايز من المغرب وملاوي ومصر وكود ديفوار إذن طريق مصر المؤكد كود ديفوار في دور الستاشر ثم المغرب مواجهة محتملة ثم الكاميرون مواجهة أيضا محتملة في قبل النهاية النهاية يكون يوم الحد ستة فبراير إن شاء الله وفي نفس اليوم هتكون مباراة تحديد المركز التالت